قال رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هدينا وصول مسلحي الحوثي إلى العاصمة الصنعاء واحتلال وتدمير بعض المنازل والمرافق الحكومية ومحاولة محاصرة المعسكرات والمخيمات المسلحة بمليشياتها التي يجلبونها من كل مكان من أجل محاصرة صنعاء قال إنه عمل لا مبرر له واصفا إياه بأنه هروب من مستحقات الخروج الآمن باليمن إلى بر الأمان وعدوان على العاصمة التي تمثل اليمن كله وأكد هدي خلال لقائه اليوم اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أكد إن محاولات كثيرة وحديثة قد جرت الاحتواء الموقف مع جماعة الحوثي ومن أجل تحاشل انفجار وصدام الذي لا يبقي ولا يذر وكانت أولى تلك المحاولات اللجنة الوطنية الرئاسية التي انبثقت من اللقاء الوطني الموسع بإجمع كل القوى الوطنية وأحزاب ومجالس النواب والشورى والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني بكل أطيافها ومشاربها وبدلت أقصى الجهود مع الحوثيين وذهبت إلى صعدة للحوار لمدة تزيد عن ثلاثة أيام وعادت بخفي حنين إلا من الاستياء الذي أظهره رئيس وجميع عضاء اللجنة